أصعب شيء لك في تعلم اللغة الإنجليزية كيف أبدأ بتعلم اللغة الإنجليزية؟ أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية لكن لا أعرف من أين أبدأ عندي صعوبة بتعلم اللغة الإنجليزية كل هذه الأسئلة وغيرها راح نجاوب عليها بهذه الحلقة خليك وياي وخلينا نشوف الآن السؤال اللي سونا بالاستفتاء اللي قدمناه في قناة سفيرس أكاديمي هنا عدنا قناة اليوتيوب اللي قناة سفيرس أكاديمي Learn English ما هو أصعب شيء لك في تعلم اللغة الإنجليزية؟ طبعا الإجابة اللي حصلت على أعلى أصوات هي أنه أنا لا أعرف من أين أبدأ بالتعلم عندنا بعض قراءة النصوص أخذت بعض الأصوات الاستماع والفهم ليس عندي وقت كافي تكوين الجمل والكتابة هذه كل الأمور اللي عدتكم صعوبات بها وإذا عدتكم أي أشياء ثانية تقدرون تكتبوها أيضا لكن بهذه الحلقة لا أعرف من أين أبدأ هي هاي أكبر مشكلة اللي صارت أكثر أصوات عليها في قناة سفيرس أكاديمي لهذا السبب اليوم رح نعرف من أين نبدأ بتعلم اللغة الإنجليزية؟ كيف نتقل الإنجليزية؟ بشكل صحيح وبسرعة لازم يكون عندنا أسلوب مميز في تعلم اللغة الإنجليزية يعني إذا ما نحصل على النتيجة المطلوبة لازم نغير الأسلوب والطريقة ونترك جميع الطرق التقليدية اللي تعودنا عليها سابقا إذن خليكم وياي الآن وخلي نبدي في الشرح حول تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة نروح لهم لقناة سفيرس أكاديمي الآن راح نشوف القناة هنا هنا سبسكرايب تقدرون تشتركون حتى تحصلوا على جميع الدروس المجانية الموجودة أكثر من 300 درس مميز جدا في تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة مبتكرة وجميلة جدا أسميتها طريقة الحفظ بالجمل وليس بالكلمات أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية فعالة جدا سهلة جدا هالشرح مالتها تلقو بالصفحة الأمامية هنا وأيضا موجود في الفيديوهات إذا تروح على الفيديوز راح تلقى هنا الكثير من الحلقات موجودة تقدر تشوفها وتمر عليها أيضا وتختار الحلقة اللي تناسبك طبعا كثير كثير من الحلقات موجودة لكن بسهولة عدك هنا بلايليست تقدر تضغط عليها بعد ما تضغط عليها راح تطلع لك جميع الكورسات الموجودة تعلم من خلال الأفلام هنا جميع الدروس موجودة في هذا الكورسين وأيضا موجودة هنا ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين كل حلقة بدقيقتين إذا ما كان عندك وقت كافي بإمكانك متابعة هذه الحلقة راح تساعدك بشكل كبير جدا هنا عندنا اختبارات إنجليزية تقدر تختبر نفسك تقدر تطور نفسك من خلال هذا الكورس أيضا وعندك بعض الاختبارات هنا أيضا تعلم اللغة الإنجليزية من القصص القصيرة موجودة هنا وبعض بها اختبارات أيضا جيد عندك هذا كورس كورس The English Comedy خلقات كوميدي ومسلسلات كوميدي بإمكانك نفس الوقت تستمتع بها ونفس الوقت تتعلم لغة إنجليزية بشكل جيد جدا باقة العبارات الإنجليزية المبتدئين جدا أن تتابع هذا الكورس لأنه كورس سهل بسيط وسوف تحفظ جميع المعلومات من أول مرة جيد وعدنا بعض الكورسات الأخرى كورس المحادثة كورس الكتابة وتعلم أثناء النوم هناك الكثير الكثير من الكورسات وإمكانك الدخول والاختيار بينها جيد شنو الأشياء اللي أحتاجها حتى أتعلم اللغة الإنجليزية بشكل سريع ما أعاني من التعلم ما أتأخر اليوم رح نشرح بشكل بسيط لكن مهم جدا وفعال جدا 13 خطوة مهمة جدا سهلات ركز معي جيدة من الآن خلينا بدأ بي الخطوة الأولى استمع ثم استمع ثم استمع إلى الحوارات المناقشات المحادثة باللغة الإنجليزية حتى وإن لم تفهم ولا حارف جيد استمع كثيرا لأن هذا السماع هذا النوع من التعويض رح يخلي أذنك تستمع الأصوات الإنجليزية وللفظ المفردات رح يسهل عليك بعديا بالخطوات هذه اللي راح تمر علينا شلون انت رح تتمكن من إتقان الإنجليزية بشكل أفضل جيد عدنا هنا كورس هذا إذا ندخل عليه تعلم اللغة الإنجليزية أثناء النوم طبعا شنو هذا الكورس هذا الكورس أنت يفيدك بالاستماع إذا ما عندك وقت وبس تريد تستمع تخلي السماعات إذنك تفتح هذا الكورس وبيه حلقات كل حلقة أكثر من ساعة فقط استمع فقط سوف تسمع مثل الراديو قراءة قراءة للكلمات والمفردات حتى تمر على مسامعك حتى تتمكن أيضا من إتقانها بشكل جيد هذا الخطوة الأولى اللي هي قلنا استمع كثيرا الخطوة الثانية لا تترجم ما تريد قوله من العربية إلى الإنجليزية بل أحفظ عبارات العبارات كاملة هذا اللي أقوله أحفظ عبارات يعني لتعب نفسك وتجي تاخذ كلمة كلمة اللي راح تطوله إياك لعله السنين وانت تحفظ كلمة كلمة لا أحفظ بالعبارات وهذا كورس كامل موجود هنا باقة العبارات الإنجليزية اللي المفتدئين وتفيد أيضا المستوى المتوسط لأن العبارات جاهزة راح تحفظها بدل ما تحفظك كلمات تتعلم أسرع راح تقدر تتحاور مع الآخرين لأن هي هذا الكورس بالكامل بحلقات مميزة جدا مثلا تعبير وعبارات كيف تفتح حوار مع الآخرين كيف تختم حوار مع الآخرين عبارات تكوين صداقات عبارات عن نفسك وعائلتك أحاديث قصيرة عن الهوايات والكثير الكثير الكثير من الحلقات المميزة جيد؟ إذن هذا الكورس حاول أن تبدأ به بالدرجة الأولى واستمع كثيرا الروح للخطوة اللي بعدها وهي الخطوة الثالثة لا تخجل من تكلم باللغة الإنجليزية حتى وإن كان ما تقوله فيها أخطاء فالاستمرار استمرار خلي أبالك الاستمرار مهم جدا استمر حاول أن تتجرع على الحديث مع الآخرين بالكتابة فتح الحوار أيضا هذا الكورس سيساعدك كثير في هذه الخطوة جيد؟ لا تخجل أبدا أبدا لا تخجل لازم تحاول إذا ما تحاول ما راح تحصل على أي نتيجة إذن محاولة أساسية ومهمة جدا حاول دائما أنه تتعلم وتتعلم باستمرار ولا تنقطع أبدا الخطوة الرابعة تعلم أصوات اللغة الإنجليزية وطريقة لفظها الصحيح هذا موجود أيضا من خلال التكرار المتتابع اللي موجود في جميع حلقات سفيرس أكاديمي أنه تكرر كل عبارة خمس مرات بصوت مرتفع تكررها بصوت عالي حتى تحفظها بشكل صحيح الخطوة الخامسة تعلم القواعد القواعد مهمة جدا القواعد لازم تخليك تكون جمل صحيحة تخليك تفهم أكثر شلون متركب الجمل شلون المواضيع مكتوبة باللغة الإنجليزية راح تسهل عليك الكثير من الأمور الخطوة السادسة خلي جدول لازم يوميا يكون عندك جدول ولو دقيقتين لهذا السبب موجود كورس ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين هذا عبارة الكورس عن كلمات لكن كل كلمة راح ناخذ عليها شنو هذا الكورس موجود هنا جيد خلنشوفها هاي الحلقات ماتة شارح مقدمة إلى أول شيء بعدين راح تاخذ حلقة حلقة كل كلمة راح ناخذ عليها أمثلة في جمل مثاليا وناخذ أيضا أهم المرادفات لكل كلمة بحيث نجمع جميع المعاني لكل كلمة إنجليزية فقط في دقيقتين يوميا يعني لازم يكون عندك جدول لهذه الحلقات مثلا وأيضا بإمكانك قلنا هذه فتح الحوارات مع الآخرين جيد وإذا تريد تستمتع ومرة تتعلم إنجليزية نفس الوقت تروح إذا إنجليزي كوميدي أن أسحك به حلقات جميلة جدا ممتاز هذه الخطوة الساتس أنه سوي لنفسك جدول خليه أسبوعيا خليه يوميا تكرار استمرار النقطة السابعة تعلم الإنجليزية ليس فقط المفردات هناك الكثير من الأشياء الأخرى هناك مصطلحات إنجليزية مصطلحات مهمة لازم يكون عندك مصطلحات كل ما ازدادت المفردات والمصطلحات والجمل عندك راح تفهم أكثر وراح تقدر تتحاور مع الناس أكثر وتتطور بشكل سريع ولا تنسى أن اللغة الإنجليزية بحر كبير جدا من المعلومات هناك لغات أكاديمية هناك لغات رياضية هناك لغات تقنية وطبية ومصطلحات كثيرة فأنت شوف شنو اللي تحبه شنو هويتك شنو مجال دراستك أو مجال عملك حاول أن تتخصص بهذا الشيء واحفظ المصطلحات اللي تخص عملك أو هوايتك حتى تكون أفضل بها جيد؟ إذن احفظ المصطلحات مهم جدا راح تجد كثير من المصطلحات بالدروس هذه اللي تمر عنها بالأخص في كورس ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين هذا الكورس مهم جدا وممتع جدا أيضا جيد؟ الخطوة الثامنة خلي اللغة الإنجليزية شيء محبب لك كما قلت قبل قليل يعني اختار الأشياء اللي تحبها هواياتك متابعة أفلام مثلا أو غيرها أو أي هواية عندك كانت حاول أن تبحث عن الأشياء اللي تحبها باللغة الإنجليزية يعني خليها هواية عندك ليس فقط تعلم يومي أو أنت مجبر على هذا الشيء لا خلي عادة يومية حتى تزيد عندك المفردات وأيضا تحب هذه اللغة وما تشعر بالملل بسرعة جيد؟ اتفقنا خلوح للخطوة التاسعة لا تقول أبدا أنه أنا أتقنت اللغة الإنجليزية حتى بعد سنة سنتين لأن كما قلت قبل قليل أيضا اللغة الإنجليزية بحر وكلمات كثيرة موجودة بلغة الإنجليزية مصطلحات كثيرة استمر دائما لا تنقطع لا تقول أنا أتقنت الإنجليزية لا استمر 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 يوميا حتى ولو كلمات بسيطة اتفقنا نروح للخطوة العاشرة اختبر نفسك بشكل دوري يعني صحح أخطائك وشوف بين فترة وفترة حاول تسوي اختبارات وهنا عندك كورس كامل للاختبارات بإمكانك الدخول وإجراء أي اختبار اتحب دعنا نشوف هون هين كل هذا كورس الاختبارات بإمكانك الدخول إلى وإجراء أي اختبار اختبارات جميلة راح تكون بيها مراجعة أولة ثم يجري الاختبار وبإمكانك كتابة جميع الأجوبة أسفل كل فيديو من هذه الفيديوات ممتاز يعني اختبر نفسك دائما الخطوة الثاني عشر عندنا تأكد من شيء هو أن كل ما أخطأت كل ما تعلمت أكثر جيد إذا أخطأت كثيرا راح تتعلم الخطأ راح يخليك أفضل ولازم تمارس اللولة الإنجليزية يوميا حاول أن تشوف صداقات تشوف مثلا بالعمل بأي مكان حاول تشوف ناس تتحدث معهم باللغة الإنجليزية وإقرأ الكتب كثيرا اتفقنا هذه النصيحة الأخيرة اللي قلت لك عليها قراءة الكتب أنصحك بها حاول تختار كتب صوتية إذا ما كان عندك وقت لكن القراءة مهمة جدا راح تخليك تكون كتابتك مرتبة أكثر وتخليك تقدر تمكن من اللفظ الصحيح بشكل أفضل وتخلي لغتك بشكل عام تتطور بشكل كبير وبنفس الوقت أنت راح تحصل على معلومات ثقافية تفيدك بحياتك أنصحك دائما أنه تختار المجالات اللي تحبها أولا ثانيا المجالات اللي تطورك يعني لا تختار هناك كثير من الكتب الكئيبة قصص حزينة أو قصص كذا حاول ذلك أن تبتعد عنها حتى ما تشعر بالملل والإحباط لا اختار أشياء جيدة اختار أشياء مريحة نفسيا وحاول دائما تستمر يوميا بتعلم اللغة الإنجليزية أتمنى أن أكون وفقت من أجاوب على هذا السؤال المهم كيف أبدأ بتعلم اللغة الإنجليزية إذا كان عندكم أي سؤال كتبوا لي ولا تنسوا الاشتراك الضغط على سبسكرايب تفعيل زر الجرس هذا الشيء مهم جدا هذا أبسط شيء ممكن تدعمون القناة بحتى نستمر في إنتاج دروس جميلة ومهمة لكم في تطوركم في اللغة الإنجليزية اضغط على سبسكرايب كما قلت اضغط على اعجاب أيضا لهذا الفيديو وشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك حتى تعوم الفائدة لأكبر عدد من الناس شكرا لك على المتابعة انتظركم في حلقة قريبة إن شاء الله رح يكون بالأيام الجاية كل يوم حلقة جديدة لهذا السبب اضغط على سبسكرايب وحتى تحصل على جميع الحلقات المجانية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء